جعلت القممة بين يدها الذهاب ومنها حققت المليارات المرأة ضلع مهم من أضلاع المجتمع المصري ودائما ما تظهر في مظهر السند والدعم للرجل سواء كان في دور الأبي أو الزوج أو الأخ أو الأبن وهناك سيدات تميزن في مجال الأعمال وجنين ملايين الدولارات حتى تم وصفهن بأغنى سيدات في مصر دعنا نتعرف عليهم وكيف جمعوا كل تلك الثروات هي ابنة الملياردير مجد راسخ وزوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك تزوجت هيدي من علاء مبارك في عام 1996 وأنجبت ولدان محمد وعمر كانت بداية تعرف علاء مبارك وهيدي راسخ في بدايات 1990 في حفل زفاف ابن صديقة مقربة من سوزان مبارك ولفتت هيدي نظر سوزان مبارك وفي اليوم التالي كلفت جهزة رئاسية بالتحري عن هيدي وعائلتها وكانت التحريات مطمئنة وتم الزواج بالفعل ظلت سعيدة حتى توفي ابنها محمد إثر إصابته بفيروس نادر وحزنت عليه حزنا شديدا وظلت تزور قبره وتبكي عنده ولم تخرج من تلك الحالة إلى أن ذهبت إلى الكعبة المشرفة وشاركت في غسلها وبعد قيام الثورة المصرية عام 2011 وتنحي حسن مبارك نشر جريدة الأهرام الحكومية في الرابع عشر من فبراير 2011 عن حصول هيدي مجد راسخ على أكبر قصرين في مارينا بالتخصص بالأمر المباشر على أنهما أرض فضاء بسعر زهيد وهما في الحقيقة قصران كاملات تشطيب الفاخر وقد بعتهما بملايين الجنيهات وحسب الجريدة اليوم السابع فإن هيدي راسخ رفضت السفر مع زوجها علاء مبارك وأسرته خارج مصر وطلبت منهم أن يتركوها بالقاهرة لكي تتمكن من زيارة قبر نجلها محمد مؤكدة أنها ستظل بجوار جثمان نجلها طوال عمرها وأوضحت المصادر أن السيدة هيدي اضطرت للذهاب والإقامة في منزل والدها وفي الحد والعشرين من أبريل 2011 قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع استدعاء كل من هيدي وراسخ وخديجة الجمال وزوجة جمال مبارك ثلاثة السادس والعشرين من فبراير 2011 للتحقيق معهما وتوضيح بعض الوقائع المتضمنة في بلغات مقدمة ضد الرئيس السابق مبارك ونجليه والتي تتهمهم بتضخم الثروات والكسب غير المشروع وفي السادس عشر من يونيو 2011 أصدر الرئيس جهاز الكسب غير المشروع قرر بمنع كل من هيدي راسخ وخديجة جمال وزوجة جمال مبارك وأبنائهما عمر وعلاء وفاردة جمال من السفر وذلك على ذمة التحقيقات التي يجريها الجهاز مع عائلة الرئيس السابق حسن مبارك كما انتقلت لجنة من الجهاز لفحص فلتين تملكهما هيدي راسخ في مارينا بالساحل الشمالي أثبتت التحقيقات أنها حصلت عليها عن طريق إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق في السابع عشر من مايو 2012 قام هشام طلعت مصطفى دعوى قضائي ضد هيدي راسخ يطلبها فيها بسدد مبلغ يصل إلى 19 مليون و720 ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال التشطيبات التي قم بتنفيذها لمصلحتها بوحدة سكنية تمتلكها بمشروع نيل بلازا وبعد انتهاء التحقيقات تم تقدير إجمل ثروتها بحوالي 5 مليار جنيه وتمتلك ثمانية قصور وأراضي بالغردقة والشرم الشيخ والتجمع ومرسى عالم وغيرها دين غبور هي سيدة عمل مصرية وشخصية بارزة في مجلات العمل والمجتمع المدني ولدت دينة ابنة رجل العمل المشهور رئيف غبور ونشأت في القاهرة وحازت على درجة البكالوريوس في إدارة العمل من جامعة بوستن الأمريكية وحازت على درجة الماجستر في إدارة العمل في مدريد أكملت برنامجا تدريبيا في عمليات الدمج والاستحواذ من كلية لندن للعمل حيث تعمل دين غبور حاليا عضو في مجلس إدارة مجموعة شركة غبور والتي تعتبر واحدة من أكبر وعرق الشركة القابضة في مصر حيث تعمل في مجموعة من القطاعات مثل صناعة السيارات والتكنولوجيا المعلومات والعقارات وكذلك تشغل منصب عضو في مجلس إدارة شركة حالة للتكنولوجيا المالية التي تقدم خدمات مالية الرقمية بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمة المالية الأساسية للمصريين وحصلت دين غبور على عضوية مجلس إدارة مؤسسة 57357 والتي يرجع الفضل في تأسيسها إلى والدها الراحر أوف غبور وهي منظمة غير حكومية تهتم بتوفير العلاج والدعم للأطفال المصابين بمرض السرطان في مصر وعلى المستوى السياسي أصبح دين غبور عضوان في مجلس النواب بلجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى مناصبها الرسمية وأنشطتها في المجتمع حيث تشارك في مبادرة وفعاليات خيرية وتقدر ثروة والد دين رجل العمال رأوف غبور الذي وفته المنية مؤخرا بنحو 30 مليون جنيه وتم الإعلان عن بيع حصته في شركة جي بي أوتو مقابل ما يقارب 30 مليون جنيه هي رائدة عمال ومؤثرة في مجال الموضة والسياحة والسفر مصرية الأصل ولكنها تقيم في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة ولدت هادية في العاصمة القاهرة عام 96 وقد أكملت دراستها في مجال الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بدأت شهرة هادية من خلال حسابتها على مواقع التواصل حيث تحولت لرائدة عمال بعد افتتاع شركتها بيت غالب لاستشارات الموضة وخدمات العلاقات العامة عام 2014 وتعتبر هادية اليوم من أشهر صنيعة المحتوى حيث أنها أطلقت حديثا مركة خاصة بملابس بحر المحجبات وقد لاقت تعليقات إيجابية عليها ارتبطت هادية غالب مرتين الأولى عام 2017 لشاب مصري فرنسي اسمه آدم فتح الله والثانية بجيمي تاق الدين في يناير 2022 وهو رجل أعمال اللبناني الجنسية يعيش في الإمارات ويقدر حجم ثروتها بالملايين فدوى مواهب هي مخرجة إعلانات تجارية وفيديو كليب تخصصت في مجال الأزياء للمحجبات بعد اعتزالها من عملها كمخرجة ووليدها هو المخرج السورية أبو المواهب مخرج حفلات وصاحب شركة مواهب لتصوير حفلات المطربين والأفراح والأفلام ووالدتها المصرية الجنسية وهي متزوجة وأم لابنتين بعد عملها بمجال الأزياء صممت خط موضة خاص بها جعل ثروتها بالملايين ياسمين صبري تقدر ثروة الفنانة المصرية ياسمين صبري بسبعة ملايين دولار غير المجوهرات التي تقدر بثلاثة ملايين دولار وقد قدم أحمد أبوهشيما زوجها السابق هدية لها عبارة عن خاتم ألماس يبلغ سعره ما يقارب مئتي ألف دولار وإلى جانب عملها بالتمثيل عملت بمجال الموضة والمكياج سيدة أعمال مصرية شغلت العديد من المناصب الاجتماعية والسياسية وكانت عضوا في مجلس الشعب لمدة ست سنوات من عام 1995 إلى عام 2000 وشغلت منصب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساورس الاجتماعية وهي ولدة رجل الأعمال المصري نجيب وناصف ساورس وزوجة رجل الأعمال الراحل أنسي ساورس ولدت بمحافظة أسيوت ونالت شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة ثم شهادة ماجستير في مجال إدارة العمل من الجامعة الأمريكية تزوج تينسلي ساورس وهي بعمر 17 عاما قررت يسريا أن تعمل في مجال جمع القمامة وإعادة تدورها فكانت من أول النساء التي استثمرنا في هذا المجال فجنت منها أرباحا طائلة قبل أن تبدأ بالعمل في مجموعة أوراسكوم وتدرجت في المناصب كما شغلت منصب رئيس مجلس إدارة ومديرة شركة تحسين الخدمات المتكاملة والسكرتير العام بمؤسسة ساورس للتنمية الاجتماعية تبلغ ثروتها بالملايين حتى أنها خصصت مبلغا قدره 40 مليون جنيه لخلق 20 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظات الصعيد